هنعمل دلوقتي مع بعض الدنش برضو بطريقة سهلة جدا وبسيطة ايه المكوناتنا هجيب برضو نص كيلو دقيق يعني عاجلها باللبن ماشي وفيها بيضة ففيها بيضة وفيها لبن ففيها حاجات مغزية فيها سامنة عندي ربع كباية سامنة ونص سكر معلقة خميرة فانيليا ورشة الملح بس يلا بينا نص كيلو دقيق نص كيلو الدقيق نزح شوية نحطه برحطة نص كيلو دي لما ثلاث كبايات عليهم حوالي نص كباية سكر حوالي نص كباية من السكر حاجة طعمها حلو يعني بحل طعم العجينة وعندنا معلقة خميرة ورشة الملح وربع كباية من السامنة معلقة كبيرة يعني طبعا كل بكون السامنة نوحها حلو بتحلي معاك الموضوع قوي ماشي يعني رحيتها وطعمها بتفرق يعني لو حدوتي معلقة سامنة بلدي كبيرة زي فل وبداية وبانيليا باكو بانيليا باكو بانيليا باكو باكو متعلم تمام بعجن بلبن اهو ايه دي كده العجينة بتاعتي هحشيها بقى ايه عندي مربة عندي كاستر طبعا كاستر ده بتعملي زي مهلبية وثبية برد دي حاجة مهمة عجنة داناش خلاص عجينة حلوة كده طرية متماسكة طرية متماسكة عشان اقدر ان انا اشكل ماشي عشان اخذ بس ايه اخط سنة دقيقة دايما تتأكد تعمل اي عجينة ان العجينة مش لازقة كده بتجري مني هي حلوة هي رده ايه افرد انا مش عايزة سمك رفايع قوي عايزة معقولة يعني زي رغيف العيش كده كده اني هفرد رغيف عيش بصوا كده قد رغيف ممكن ايه نحددها بس كده الحرف كده عشان تبقى شكلها نظيف موسيقى 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 نعجل دي ونفردها تاني عشان تبقى ايه كلها شكلها بتساوي كده غير اخر واحدة ممكن اعملها زي القرصو نعمل طبعا الحجم اللي انت عايزاه تعمليه عايزة تعمليها صغنانات مشي عايزة تعمليها كبيرة مشي زي عملنا بكروسو كده بالزبط انا هعمل هنا ايه نحاول نعمل مربع مربع ده هنجيبه ازاي لازم ده يبقى قد ده فباخد ده اقز بي كده اهو دي تبقيت على دي وروح ايه قطعة نبقى ده كده عملت ايه مربع اهو متلزقش دلوقتي لسه ده كده ايه مربع اهي مربع ازاي دي تبقى قد دي فعشان هقز بي دي هندسة بقى هندسة يا هندسين ناخد دي نطبقها على دي اهي كده عشان يبقى قد بعض بس متلزقهاش ايه عشان متلزقش ببعض كده اهي هندسة اهي بسرعة بسرعة بقى مش هنوعدي يعني نبصل تفسيرة بقى بسرعة بسرعة كده قد كده ونقص كده قد كده دي قد دي ونقص بحط دي على دي كده ماشي تمام كده عشان هنركب معد كبيرا للعايس والصغان اهم الحاجة اللي هنقطع ايه مربعات مش مستطيلات وبعدين هنجي بقى كده نجيب فرشة ومية فرشة ومية عالة صديقينتا هنقصوا لانا جيه ناخد فرشة وإحنا ايه دا عملنا ايه فرشة ومية مربعات كلها ايه باقي كده بالفرشة ها اهي حط في النص هنا بالنص وبعدين هنجي ناخد دي كده في المية عشان ايه تلزق بالنقطة اللي في النص كده الحروف كده 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 سهلة اهي تكع عليها كده عشان المية دي اللي بتعجن العاجينة اللي بتخليها ايه تلزق ناخدها في الكبير اهي نقطة مية كده في النص بعدين ناخد الحرف ده حطوه هن ناخد الحرف ده حطوه هن في النقطة المية اهي اهي. يبتك عليها شوي. زغنانة. حرف حرف اضغط الحرف. تاني يلا 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 هناخد بقى دي كده. نتأكد انها. بيضة بقى وفانيليا. بسم الله بيضة. بانيليا. باك وفانيلي. البيضة عليها باك وفانيلي. حب الله انا فكر. ممكن شوية لبن او شوية مية. عشان نفكها بس بيها. مقطة كده. نلمع بقى لعجينة بتاعتنا كده. سبيها تخمر ربع ساعة. ربع ساعة بس. وبعدين دخليها الفرن. انا هدخلهم الفرن دلوقتي. انت سبيهم ربع ساعة. ربع ساعة كده. يوم يهدو. يبدأوا يخمروا. هتلاقيهم ما شاء الله نفش وكده معاك حلوين قوي. وبعدين دخليهم الفرن يستوي. لما انا بقولك الكمية دي. لا انت اطلع معاك قد كده. ما شاء الله. ما تسبيها ترتاح ربع ساعة بس. لكن انا مش مديها فرصة. بصوا بقى. دولوا طلعوا. والتانيين قربوا خلاص اهو. بعد خلاص خلصت مش قربوا. ايه خلصوا بتاعنا. بسم الله. بتبقى في الفرن. نعمل ايه بقى? كده ده الدنش اللي عملناها. الدنش ده اللي عملناها ازاي? عندنا كاستر وعندنا مربة. انا بقولك ازاي بقى لو انا عاملة سغنانات كده بروع عاملة ايه? مسلا هحط لهم عليها مربة. مسلا. كده بدي خلف ايه? الجوانب كده. بس دي حاجة حلوة لذيزة وسهلة وطبعا تحطي مربة. زي ما انت عايزة. مش عايزها كتير قوي كده. خليها متلمعة كده بس. الكاستر بالبيت بس. الكاستر بالبيت. نحط الكاستر برضو ازاي برضو? يعني ده بقى نقطة في النص كده. الا لو هياخدوها في علبة ماشي براحتك. مش مشكلة نقطة كده. انا خلصت خلص. اهو. تمام?